يبقى العراق في دائرة الاهتمام الامريكي وتزامنا مع سياسة ترامب المتخذة من محاربة النفوذ الايراني شعارا لها يزداد هذا الاهتمام بل ويتعدى حدود الجوانب العسكرية التي اشعلتها زيارة ترامب لقاعدة عين الاسد وتوجه القوات الامريكية المنسحبة من سوريا الى العراق مطامع اقتصادية امريكية كشفت عنها مجلة الايكونوميست البريطانية ولخصتها بالقول ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يريد الاستيلاء على نفط العراق وعلى ذلك يصارع ايران على مقدرات بلد شهد وفاقا امريكيا ايرانيا على تدميره بعد عام 2003 الاليات التي ستتبعها واشنطن للسيطرة على اقتصاد العراق تتمثل في غزوه بالشركات الامريكية واجباره على توقيع عقود معها لمدة طويلة حيث قامت شركة جنرال الكتريك بتوقيع عقد كبير لترقية شبكة الكهرباء العراقية كما حصلت شركتا شفرون وإكسون العملاقتان الامريكيتان على تنازلات كبيرة من وزارة النفط في العراق بشأن الحصول على عقود للاستثمار شركات امريكية اخرى وقعت صفقات لتزويد العراق بالحبوب والدواجن ولاجل التفرد الامريكي باقتصاد العراق لا بد من قطع النفوذ الايراني فيه وعلى هذا الاساس ذكرت مجلة الايكونوميست ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اكد لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي وجوب استقلال العراق في مجال الطاقة وإيقاف استراده الغاز من ايران والبدء بتوظيف الشركات الامريكية لتطوير حقول الغاز العراقية تزاحم امريكي ايراني على النفوذ الاقتصادي في العراق لا يتعدى مسألة صراع الشركاء في الجريمة على غنائم الضحية بينما يلهو قادة البلد بفتاة تلك الغنائم